سلوة أنت شخصية بيخافوا من الرجال؟ ما عرفش أمامي ما عرفش لي بتفكر بقيني أهو عاملنا كيوتا أهو أنا أعملي أكتر بدرش أعمل حاجة أكتر لا طبا ما بيكبش أكيد ما بيكبش اسأليه ليك أول شي ممثلة بتنبتدي من هنا الأدوار اللي بتاخديها بدأ ترسخ بدماغهم شخصيتك حضورك رح ضيفي عليهم صوتك صمتي صوتك صوتك صوتي يا نكبرت صوتك ميلو رجالي ولا هطلع رادي في الأكل ولا ايه يا رغضة باشكت لا أفجاد سلوة بتهس إنه الرجل بيعمل 100 حساب قبل ما يتقرب منك أنا ما بلحس بيجي رجالة بتغرب يعني ما بيوصلوش للدركة أنا نفسي حد يتقدم يعني يا كتاز المرحلة ما فيش ولا هم اللي حسيت إن الحمد بيعكسي من بايد لبايد لا شو تنتي كل مرة إنه الرجل مش عمش هينفع عامل سلوة تعرضت اللي بتحرج تاني تاني وتالت ورابع ما بقدر إليك هالجملة شو عاملت شو عاملت هالجملة اللي انقالت بي لقاح السابق معي ولاي بقولها يعني أنا بقولها بجد أنا ما كنتش بايد بس حتى بجد هلأ ما فيش رجالة بتتقربوا ولا خلاص ومش باقد بالي يعني احنا ما باخدش بالي يعني مش هركز مين نقرب ومين باعده يعني لكن يعني ما بفتكرش دي فيه حد تجي حكسني مسلا يعني ما عرفش إيه المعاكسة دي لا أقوله سلوة أه نفسي حد مثل ولي يجي من دقيقة عاملتك شفتينه اللي بيخافوا مني لا أقول لي زيه اللي بيخافوا مني بيحترموه اللي بس احترم زيادة شوية ولا فكرة مرة حد عكسك لا مش فكرة لا المعاكسة زمان كانت غير معاكسة اليوم أكيد كيف كانوا يعاكسه زمان مثلا لا أكيد كانوا لطافي يعني ما كانش فيه حاجة برضه واتاخدش الحياة للدرافة دي وكان كلام لطيف يعني وكل حاجة حلوة مثلا ده ستو شر يعود وبص البعد الأول قبل ما يقول دلوقتي مفيش وقت يعني عرفوا بعد النهاردة بعد الثلاث يام سابوا بعض يعني خلاص عالسريع ما كانش فيه يعني دلوقتي باستغرب لما يشوف اتنين بيحبوا بعض دول ما بيحبوش بعض دول يعني وزغده ويعني ايه ده ما كان يعني عالسريع عالسريع فيه مش عارفة يعني يعني حتى علاقات الحب لازم يبقى فيها غدوء وانبساط ويعني باختلفت الأيام عما كانت علي قبل اختلفت اكيد ما هو كل شوية الدنيا بتختلف طبعا يعني قبل وينتك يقدر شخص او شاب يبعت رسالة لفتاة ويمكن هما شايفين ان يجي حاجة لو طيفة دلوقتي زي ما احنا لا انا بتشوف القبل كان احلى لانه كان في قيمة للفتاة اه ممكن احنا عشان عشان عشنا شوية الحكاية دي هما معا شويش فماش مش هيفامون يعني جاتش اكيد لما يقضوا يسمعهم مسلا عبدالحليم حمز وقادي نيجي يعني بقالوا 18 سنة عشان تبصيلوا بالشباب مش هيفامون خلصة الايام هما على طول في النتة يعني في التليفون حي هلأ جاتش هلوها مش مفتكرة اي كلمة تعكست فيها لا ولا لا لو تعكستها اقول يعني مش مش اكي هتقول تب نفسك تتعكس ازاي ما عارفش بانا كمان هطلب المحاكس هطلب المحاكس جاريت خد يقول لي الكلبات يعني يعني اكيد المعاكسة اللطيفة اللي حتى تتمس قلبي يعني تبقى دي المعاكسة اللذيذة بالنسبة لي بس لأ انا مش بعاكسك بس بقلك الحقيقة طالعة امر الليلي ربنا يخليك يا رب ده بسيعة حلوة بعضي أيوة سيدي كده أيوة بس أنا مش هزكنش تقوليني ما أنا ما قالك أنا مش عم عكسي بس عم قالك أنه طالع حلوة كتير سلوة في مجموعة من الصور حشوف أنا وياكي شخصيات ومثلت قدوا أدوار بأفلام سينمائية أي شخصيتي بتعرفي قد الدور معين بدي شوف إذا هذة الشخصية مرت بحياتك أنت أو عاشت دور هذه المرأة جاهزة نبتدي بالصورة الأولى تحية كاريوكا في فيلم شباب امرأة سلام قديتي هذة دور عشتي هذة دور لا طبعا ما في جريت يعني عملتك كتمثيل لا مش تمثيل بالحقيقة هل كنت هذا الدور اللي قديته تحية كاريوكا حبيتي شاب أصغر منك لا ما حصلش ولا مرة غلط مش غلط يعني ما أنا ما فيش ثوابت يعني كل حالة ليها حاجة ممكن واحدة تحب واحدة أصغر منها بيبقى يعني شايفة مناسب لي أدهي قناعة شخصية يعني من منوجة نظرك إذا شابك حبي يتقرب تعطيه فرصة ما يعني أصغر مني مش 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 مهم يكون سنن المهم يكون تفكيره إزاي سنن أنا بقصد فيها سنن ما معرفش تقربة ما خطهاش معرفش ما معرفش بس منك ممانعة ولا موافق بنعمل معك إيش بدي جوزك يا بزاب صار قاطع 63 من آخر حلقة ونتي زي ماتي أعمل إيه معك شاكيئة عانس يا رخط ما فيش مفارق أعمل دردقش يلا الشخصية اللي بعد يلا تفدلي ليالي الحلمية صفية العرب مرأت هالشخصية بحياتك قد بيتي عشتي هالمرحلة هالدور هي كانت الست القصية المنتزلة اللي بحبوها رجالة كتار يعني كتير كتير ناس نغرموا فيها مش عارفه طبعا أنا ترى فيه رجالة ما معرفش ما غرموا بيه ولا ما غرموا ش بيه مش عارف تبقوا عجيبوا بيها او عجيبوا معرفش يعني ما عرفش ما خاقهم لي ما خدت بينيه كان عندك عروض كتير زواج وأشخاص يتقربوا منيك مش كتير مش كتير اه لا مش كتير اللي تقرر يقولي مش كتير وكلهم كنت فالس إنه إيه ده ده فارس عشان يوصل للمرحلة دي وبعدين ما يحصلش نسيب لأنهم يعني أكيد أنا يعني زي أي حد بنفسه يبقى له بيته ويبقى عنده بس ليه حاجات إنه ما قدرش عايش الحد أنا ما بحبوش ما 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 فهمش يعني يعني ما فهمش عايش حياة زي دي يعني طيب تمام منتقمة منتقمة المرأة الحديدية اه ليه عيبة اللي كانت بتدرب اللي كانت اللي انتقمت انتقمت لجوزة وكده اه عاشتي حالة انتقام بتحطي بحدة في دماغيك بتقولي أنا بدي انتقم مش شخصيتك أصلا يعني حد ضياعي ما وقت في إنك تتفكري إنك تقودت عن تقمي عشان انت بتضياعي وقت أكتر من الوقت اللي راح لأه ومفيش حاجة هتتصلح يعني اه طيب باي باي بالسلامة وخلاص انت بشخصيتك عندي في مكان ما فكرة إنه إذا بدي ايه خد حقي اه ما بعرف فكر بإنتقام بعمل خطة عنديك هذي هذي لا بعرف أخد حقي بطريقة مباشرة اه يعني يوقف اللي قدامي كده أقول له خد بالك أنا عامل فيه كذا وكذا وكذا استنى بعد تعطي أنت اه اه بس تنتقمي ما أنا بقول له وأنا بنتقم اه اه أنا نازية يعني عندي نزاقة في الخصام اه في التعاطي يعني ما حبش يعني قطعن حد من من وراء لو حد ديني أقول له على فكرة أنا عامل فيه كذا وكذا استنى بقى ممكن أعمل ممكن ما عمله شي بس بس عملتك مش دايما اه فكرة شي حادثة حصلت بالموضوع ده اه لا لا مش فكرة بلا فكرة لا مش فكرة كمال فقدت السكرة الزاكرة بقيتش عارفة يلا اللي بعده ايه؟ قصة الأمس ها قصة الأمس الخيانة جي بقى مش كده؟ اتجوز عليها بعد سنين من الطويلة بيناتهم صعبة صعبة دي ما كنتي ولا مرة بالحبتي مستنيتش لما يتجوز عليها هاهاهاهاهاهاها أول ما أصيت إنه فيه سايس بينسل طلعتك اللي بعد حب في الزنزنة اكيد ما حبتش وأنا مرصة كانتش حب في الزنزنة حب في الزنزنة حب في الزنزنة في المحلو حلوة الست اكتر اللي بتضحي اللي بتفني نفسها كرمال اللي بتحبه كرمال خطيبة جميع زوجها ولا مرة كنت هيك ولا مرة ممكن تضحي سلوة بشخصيتك لا اكيد لما لما كنت مرتبطة مش حكاية تضحية ما انت حكاية انت بتدي يعني بتديه وبترديه ترس فيه ستات انانيات كتير انانيات ببيوتهم مع ازواجهم وحتى مع ولادهم مش كتير يعني ست الطبيعيتها ما هيش الست دي يعني الست الطبيعيتها هي الست الحنونة اللي بتجي اللي بتقود بلا يعني هتلاقي الستات الانانيات اللي عايزين ياخدوا دوله مش كتير بس موجودين موجودين اكيد طبعا موجودين اه اه اخد بريك اه يا بيت